المغرب يكشف مؤامرة عسكرية خطيرة في الحدود الشرقية مع الجزائر والقضاء يأخذ مجرعه الجالية المغربية تدخل على الخط وتندد بكل ما تقوم به فرنسا ضد المغرب السفير المغربي في باريز يخرج عن صمته لأول مرة ويتحدث عن حقيقة التوتر المغربي الفرنسي الصامت أخيرا متابعين الكرام إسبانيا تقوم بخطوة مهمة جدا للغاية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه هذه أهم عنويننا اليوم من موقع المهاجر ابقوا معنا للآخر لمعرفة تفاصيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام مزور موقع المهاجر كما العادة كما دائما معكم سوفيا المرزوقي بأخير الأخبار وأخير المستجدات وتمنى تكونوا بخير وعلى خير في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال قبل ما نبدأ الأخبار دينا كان بغير نقول الإخوان المقيمون في إسبانيا كان خبر مهم جدا عن إسبانيا اللي غنشرحوا فيه العديد من الأمور والعديد من التساؤلات اللي عند الإخوان الحكومة الإسبانية قامت بواحد الخطوة مهمة جدا فهاتشي علاش كنتم منكم تكملوا معنا الفيديو للآخر نبدأوا على بركاتي لمتابعين الكرام وغنبدأوا بمؤامرة عسكرية في الحدود الشرقية مع المملكة المغربية قد نرجع بكم وحشي شوية للماضي القريب متابعين الكرام وغد نذكركم نهار تحددت على أن هناك مؤامرة يعني ضد المغرب وإسبانيا فيما يخص الهجرة غير نظامية وفيما يخص الأفارقة اللي دخلوا بواحد شكل كبير على حدود مليلية للأسف للأسف 16 الجندي مغربي مدان بالتواطئ في هذه العملية ما عرفنا شنو هي الأسباب ولكن الأسباب عديدة حنا الحدود الساعة مع القضاء ما غاديش ندينه تشي حد قضاء كي يخذ المجرى دياله لأن هناك 16 جندي مغربي فعلا تمت إحالتهم على القضاء كي يقولوا بسبب خطأ جسيم على الحدود مع الجزائر قضية فيها بزرد الأمور غادية للقضاء ولكن هنا كنذكر الإخوان يعني فاشا رجعوا يعني لدك الأمر كنت قلت لكم بأن الموضوع لم يتم فقط بين يعني من طرف الجزائر بل هناك يعني أشخاص داخل المغرب يخونون العهد ويخونون المواطنون المغاربة يعني الأرواح ديال دك الناس كاملة اللي مشاتش وديال والآذة اللي تتلقى يعني بعض الرجال الأمن المغاربة إلا كان فعلا تبت بأن 16 جندي تواطؤوا ولا تشراوا ولا باعوا نفسهم ولا باعوا المغرب كامل فهنا غادي يكون على رقب جهم دك الأرواح اللي مشاتش وهذا الشي هذا كامل اللي يطلب غادي نعطيكم التفاصيل ولكن قبل ما نقول لكم التفاصيل نقول لكم بأن فعلا خاص المغرب يكون عنده وناس نزهاء في ذيك الحدود بالأخص في مناطق حدودية اللي هي أحساسة شنو هي التفاصيل المغرب يحيل 16 جندي على القضاء بسبب الخطأ الجسيم على الحدود الجزائر وهذا الجنود يعني الرتب ديالهم تختلف تختلف من الأعلى للأسفل أحل الدرك الملاكي بالمنطقة الشرقية على الواكيل العام للملك بالمحكمة العسكرية في الرباط 16 عسكريا من رتب مختلفة يشتغلون بمنطقة عين بن مطهر في ضواحي وجدة ارتكبوا جرائم ترقى إلى مخالفة تعليمات عسكرية عامة وجاء توقيف 16 جنديا بسبب تهم الموجهة إليهم إذ كان هؤلاء الجنود يشتغلون غير بعيد عن مدينة وجدة على الحدود مع الجزائر حيث يعبر المهاجرون خاصة من إفريقيا جنوب الصحراء إلى المغرب من أجل محاولة دخول إسبانيا برا عبر سبتومليليا وبعدما استنطقت نيابة العامة الفاعلين كل حسب المنسوب إليه في المخالفات العسكرية أحالتهم على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها من أجل مواصلة البحث معهم في الجرائم المقترفة وأمر بإذاعة 13 جنديا رهن الاعتقال الاحتياطي بالجناح العسكري لسجن العرجات واحد بالجماعة الترابية السهول إذ اقتادتهم كوكب من أفراد دراجات نارية للدرك الملكي وسط حراسة شبه مشدادة وتم اعتقال 16 جنديا اعتقلوا لتورطهم في جرائم تتعلق بالاتجار بالبشر وفق ما أوردته الوكالة الإسبانية إفي دون تقديم مزيد من التفاصيل مضيفة أنهم يشتغلون بمنطقة عين بنيم طهر حيث تتواجد محطة توليد الكراباء بالطاقة الشمسية والغاز وفور نقل الجنود من الجهة الشرقية نحو مقر المحكمة العسكرية بحي أقدار في العاصمة ربط العديد من أفراد عائلتهم الاتصال بمحامين من هيئة الريباط للحضور معهم في جلسات البحث المقبلة من أجل المؤاذرة وسيعمل أعضاء هيئة الدفاع على توجيه ملتمسات من أجل الصراح المؤقت التي تحدثت فيه ملتمسات من أجل الصراح المؤقت في سياق متصل أنجزت الفصيلة القضائية للطرق الحربي بالمنطقة الشرقية تقارير خلاصات أحالتها على المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة العسكرية الجنوبية وكذا قائد الحامية العسكرية بالجهة الشرقية إضافة إلى الوزير المنتذى بلأدار رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني يعني كينجوج دير الأمور كينأمر نتعلق تجار في البشر يعني السماح لهذه الناس هادو وما دلوش العمل ديالهم أنهم يوقفوا لهجرة غير نظامية وخلاوا المهاجرين كيدخلوا البلادهم بواحد طريقة عشوائية توصلوا أنهم يحتاجزوا بعض الرجال الأمن ويحيدوا لهم الأسلحة ديالهم وكينأمر آخر اللي ما عرفناه شنو هو وهو اللي تحتت عليه يعني وكالة الأنباء إفي بدون تقديم مزيد من التفاصيل فقط مضيفة أنهم يشتغلون بمنطقة عين بنيم طهر حيث تتواجد محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية والغاز أشو وقعت لماك الله أعلم ولكن كين مؤامرات مضبارة هنا ما غادين وجود تهم تلشي حد احنا غادين خليه القضاء يأخذ المجرى دياله والمتهم بريء حتى تتبت إذانته تهد الجنود هادو ما غادين نقدمو لهم حتى شي اتهام رسمي من غير القضاء هو اللي غاد يأخذ المجرى دياله وغاد يأخذ طريق دياله أنا حاجة واحدة كم غيرين تذكر بها المتابعي الكرام هو أنني قلت لكم أنها مؤامرة مضبارة ضد المغرب وإسبانيا منذ البداية باش نكونوا واضحين وكنت إلا بقتوا عقلين يعني هاتشي وقع يعني على ما أظن إلا ما خلتني جداك إلى يوم 24 يونيو 2022 كنت قلت لكم الأفارقة تحملوا يعني في حافلات يعني تحمل الراية الجزائرية وكذلك حافلات فيها جنود يعني عساكر اللي هما جزائريون يعني تسهلت المؤامرة على الأفارقة أنهم جبوهم من مناطق بعيدة على الحدود الغربية ديال الجزائر اللي هي المناطق الشرقية ديال المملكة المغربية وتحملوا احتلت مك وتحطوا وتنزلوا إلا بقين عقلي رح ندرنا الفيديو وجمل لكم الصور يعني كانت الصور واضحة من تاع العديد من الشاحنات اللي هي حسكرية التي تبتت أنها شاحنات تابعة للجيش الجزائري حملات ذوك الأفارقة يعني بكثرة وجبتهم للحدود ديال المملكة فهنا كي مقصد المطروح على هذه الجنود هذه اللي كيحميوا يعني يفترض أنهم يحمون الحدود ديال المملكة المغربية وإلا عقل توقيت كنغور رح تقدر تكون القضية فيها خوانة وذلك الخوانة إلا بقوا تطاحوا خصوص المغرب يأخذ معهم الإجراءات اللازمة لأننا هناك ندرون على الحدود ديال المملكة المغربية وماشي واحد الأمر ليسهلوا ولا يقدر يتلعب به شي حد ولا يقدر يبيعه ويشري فيه تباعه ويشري فيه دمم كيف مما كنغور واندزوا الخبر الموالي متابعين الكرام ونغلنا ندرع للجالية المغربية التي بدأت تدخل على الخط وتقول يعني رأيها فيما تقوم به فرنسا فرنسا اللي كتحاول ما أمكن يعني سواء القوى الحية ديالها ولا السياسيين ديالها ولا الإعلاميون ديالها كيحاولوا يغضوا النظر ولا يشتون انتباه ديال المغاربة على هذه الأزمة ولكن هذه المرة وصلات للجالية المغربية اللي خرجات وعبرات على الرأي ديالها شكو اللي عبر على الرأي ديالجالية المغربية أنا غدا نهضروا على بوصوف غادي تعرفوا شكو نوع بوصوف وشكون وشنو قال بالتفاصيل بوصوف اللي كشف أسباب توطر العلاقات المغربية الفرنسية وسبول تخطي عقدة المستعمل تتواصل حدة الغضب الشعبي في المغرب تجاه فرنسا مع استمرار باريس في تعند لمنح الفيزا للمغرب دون أن تقدم حكومة الرئيس إمارويل ماكرون تفسيرات علنية جديدة بشأن القصة فيما يرى مراقبون أن وراء الأكمة ما وراءها على ما يبدو وأن هناك أسبابا أخرى للتوتر قد تكون أكثر عمقا مما يطفو على السطح في هذا السياق أكد عبد الله بوصوف شكون هو عبد الله بوصوف عبد الله بوصوف هو الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج شش أش قال قال بأن منع تأشيرات على المغاربة يأتي في إطار المزايدات السياسية والحملة الشريسة التي تتعرض لها المملكة لتشويه سمعتها من طرف الصحافة الفرنسية منذ عامين إلى الآن وفعلا هذه سنتين والصحافة الفرنسية تهاجم المملكة المغربية من كل حذب وصوب وذكر بوصوف أثناء حلوله ضيفا على الملتقى الدبلوماسي أن جريدة لمونت في فرنسا لوحدها خصصت 240 مقال لمهاجمة المغرب فيه غير يعني جريدة لمونت خصصت 240 مقال بالتحاجم المغرب خلال سنة واحدة وشيرا إلى أنه أصبح من المعروف لدى العام والخاص أن هناك أجندات فرنسية لمهاجمة المغرب وملكه لصالح قضايا استراتيجية وعمليات تنافسية إقليمية ودع الأمين العام لمجلس الجالية بالخارج فرنسا إلى تجاوز العقد الاستعمارية والتعامل مع الدول خصوصا العربية والإفريقية بمنطق العلاقات الثنائية المتميزة بالندية والاحترام والمصالح المشتركة فيما الأخذ والعطاء والقطيعة مع الهد القديم وفي رصد لمؤشرات الخلاف بين باريس والرباط حول ملفي التأشيرات والموقف الغامض لفرنسا من قضية السحراء المغربية لفهم درجة البرود الحالية في علاقات البلدين ما يرجح وجود ملفات خلافية أخرى أكثر حساسية وعمقا في بنية العلاقات وتداعيتها مستقبليا الخلافات بين باريس والرباط سواء كانت معلنة أو صامتة تتعلق بملفات حساسة بالنسبة للجانبين وتأتي في فترة صعبة ومتغيرات درامية في الأوضاع الإقليمية والعالمية وبطبيعة الحال ما سيجي يتم فرغ وهذا الأزمة الصامتة بين فرنسا والمغرب عندها علاقة واضحة بالتغييرات بإعادة تشكيل خريطة العالم بنظام عالمي جديد بالزرد الأمور اللي العديد من الدول كتحاول تفرض نفسها على الساحة الدولية وتولي عندها كلمة في أخذ القرارات الدولية فبطبيعة الحال عقدات المستعمر ما زال ما قدرش يشوف يعني بعض الدول اللي بدات كتوصل أنها تنقش ملفات مثلا الملف ديال ليبيا اللي المملكة المغربية كانت رأى إذا فيه أخشتوا يعني كل العوائق اللي تحطات أمام المملكة المغربية ترجعت ألمانيا إلى رشدها فهنا ما نشكوش أن تقدر تكون يعني مشي ما نشكوش أننا نشكوه فعلا تقدر تكون فرنسا عندها اليد في ذلك الأمور كاملة ولكن ألمانيا رجعت إلى رشدها إسبانيا كذلك كالدول الأوروبية هولندا بلجيكا تتقرب أكتر من المملكة المغربية ما عدا فرنسا التي باتت يعني تستمر في تعنتها ونغل نشوف السفير سفير المملكة المغربية سفير ريباط في باريس لأول مرة يخرج عن صمته واشكي يقول بن شعبون يلمح إلى حقيقة التوتر المغربي الفرنسي الصامت أنشوف واش قال أكد سفير المملكة بفرنسا محمد بن شعبون يوم الثلاثاء أن المغرب وفرنسا مدعوان إلى الحفاظ على علاقتهم الكثيفة وتمثينها في مواجهة التحديات الجديدة وقال بن شعبون خلال النسخة الثامنة من عشاء الصداقة الفرنسية المغربية المنعقد بمانت بمانت لافيل بضواحي باريس بمبادرة من جمعية منتخبي يفلين وأصدقاء المغرب إن فرنسا والمغرب يتمتعان بعلاقة كثيفة تستمد قوتها ومرونتها من الصداقة العميقة والمصالح المتقاربة التي يجب علينا معنا الحفاظ عليها وتثمينها لمواجهة تحديات الجسيمة التي تواجه هذا العالم الجديد وألمح بن شعبون في سياق حديثه أن الرباط وباريس إلى ما تعرف علاقاتهما الدبلوماسية من برود يقترب من حافة التوتر داعيا إلى صون علاقتهما الثنائية والوثيقة سياسيا واقتصاديا والنائبها بعيدا عن رياح السياسة الهوجاء السفير أضاف أن هذه التدحديات تخلق بين شعبينا تخلق بين شعبينا مطلبا للتعاون وسائل الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وفرنسا المدعوة إلى أن تتجدد باستمرار في هذا السياق أشار إلى أن المغرب وفرنسا لديهما تقارب في وجهات النظر حول القضايا الدولية وإقليمية رئيسية مسجلا أن شراكتنا الاستثنائية تعزز الاستراتيجية الأورو متوسطية والأورو إفريقية لمواجهة العديد من تحديات إقليمية والثنائية وأكد أن المغرب بصفته جسرا بين إفريقيا وأوروبا وهذا بصفته جسرا بين إفريقيا وأوروبا على ما أظن هي التي تزعج فرنسا وملتقى للحضارات وبلد عبور يعمل بروح المسؤولية والتشاور على تدليل العقبات التي تولدها ظاهرة الهجرة مشيرا إلى أن التزام المملكة بالسلام والاستقرار في العالم هو التزام دائم مؤكدا أن المغرب يتمسك بشدة تعددية والعمل المشترك في المنظمات الدولية والإقليمية إلى ما ذلك يعني مما عبر عنه سفير المملكة المغربية في هذا الحوار أو لهذا اللقاء الذي لأول مرة كما أقول لكم متابعين الكرام يخرج عن صمته السفير المغربي في باريس ويتحدث عن احتمالية أزمة صامتة بين البلدين ندوزو الخبر الأخير متابعين الكرام ونغل نهضره على إسبانيا إسبانيا اللي اخذته واحد القرار سبقوا تحدثنا عليه هذه واحد اليومين في واحد الخبر خاص صدرناه للمتابعين دينا من إسبانيا فقد نعودوا لأن هذا بكين تفاصيل مهمة وكين حتى أرقام اللي غدين تحدثوا عليها إسبانيا في ظل تضخم اللي كتعيشوا الدولة كتحاول تلقى حلول وهذه الحلول هذه يعني ما شي هي حلول تلقيعية باش نكون واضحين لا هي حلول فعلية ودليل على أنها حلول فعلية إسبانيا غدت زيد في الأجور ديال المتقاعدين وديال المتقاعدين عن طريق يعني عجز في العمل عجز عن العمل وكذلك لمن يتقاضون الدخل الأدنى الحيوي الدخل الأدنى الحيوي هي واحد المساعدة مادية كتعطيها إسبانيا اللي ملا عمل له اللي ما عندوش مدخول نهائيا كتعطيه باش يأكل و باش يشرب و باش يعيش فزادت 8.5% من هاد المساعدات ومن كذلك بانسيونيس بانسيونيس اللي كتسموا يعني هنا يا كونتريبوتيباس ولا نو كونتريبوتيباس بانسيونيس نو كونتريبوتيباس هما يعني العجز عن العمل بصفة عامة هو عندك إنكاباسي داد عندك أي حاجة كتسمى بانسيونيس نو كونتريبوتيبا و البانسيونيس كونتريبوتيبا هو المعاش اللي حصلت عليه من بعد ما قضيته واحد المدة وانت كتتشارك في نظام الضمال الاجتماعي حتى كتوصل لسن التقاعد وكتاخد المعاش ديلك فهي إسبانيا قرأت زي 8.5% نضروع على الدخل الحيوي شحال غادي يرجع شحال غادي يوصل هنعطيكم أرقام باش تعرفوا وهناك كان واحد السؤال اللي كي بقامت روح بزاف عند الإخوان لأن هنا قد نشوفوا أرقام لوصلات الـ 1100 قد نشوفوا أرقام لوصلات الـ 120 في الحالة انتع الصالاريو مينيمو انتر بروفيسيونال هنا في إسبانيا هو 965 965 يعني قل حتى من أسرة اللي في ها اونا دولتو يدوس مينوريسي لكن تغير أدولتو عندك جدوليدات مثلا أم عندها جدوليدات بلبهم خصد تخلص مثلا في إسبانيا 971 يعني كتار من 965 لوصلات الـ مينيمو انتر بروفيسيونال ففي هذه الحالة هادي شنو غادي يديرو هادي النس هادو أنا غادي نقول لكم شنو غايد يديرو أي واحد كيتخلص قل من المينيمو من الإنجريس ومينيمو انتر بروفيسيونال وخيكون خدام لنفرد قبل الأسرة خدام ماذي يا خورنذا كيتخلص 500 دلأورو في شهر والـ 450 ماذي يا خورنذا يعني سالاريو مينيمو انتر بروفيسيونال يعني يعني 450 دلأورو تقريبا 450 دلأورو تقريبا يعني وعندو أسرة عندو الأم ديالهم وعندو الأبناء وعندو فاشنو غادي يدير واش يسمح فتلك الخدمة هديك ويمشي تخلص الإنجريس و مينيمو بيتال واللي يبقى في خدمتو اللي يبقى في خدمتو اللي هي ماذي يا خورنذا ويمشي تطلب الإنجريس و مينيمو بيتال فهمتونيش بقيت نقول لكم علاش لانا الإنجريس و مينيمو بيتال كي يضمن لك على الأقل باش توصل لواحد الحد أدنى للعيش وهو ما حاسبينو خبراء حاسبينو باش توصل لواحد الحد أدنى للعيش فهنا لنفرد الأب كيتخلص 965 دلأورو وعندو ثلاثة الوليدات وخصو يكون كيتخلص 1 الف وزيادة يعني 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 52191 دلأورو ذلك 965 كيلجأ الضمال الاجتماعي ويقولوا ما هو الدراسة الصالح ديالي أنا هو صالح اليوميني وإنت البروفيسيونال والزوزة ديالي مثلا ما اختماش ولا عندي أربعات ديالتراري وما عنديش الأم ديالهم ولا كيزيدوا كيكملوا لك ذك شي اللي بقى يعني باش نشرح لكم فهنا قدي نقول لكم شحالية الكوانتياز الكوانتياز الشخص واحد ومعاه دري صغير أتولي 811 دلأورو جوج يعني شخص واحد ومعه جوج ديال الأطفال تولي 971 يعني غير أم مثلا ومعندهاش الرجل ولا الأب ومعندهش المرأة وعنده جوج ديال الوليدات 971 واحد مايور يعني إنسان كبير وعنده 3 تاعة المينوريس تولي 1131 واحد كبير وعنده ربعات ديال المينوريس تولي 1121 وواحد وتسعين عنده سدى بنشوفوا العائلات اللي فيها الأب والأم اللي فيها جوج ديال الناس كبار ومعهم مينور غير يقولوا كيتخلصوا 971 جوج ديال الناس كبار وعنده موليد جوج ديال الناس كبار وعندهم جوج ديال الوليدات صغار غيرجعوا كيتخلصوا 1131 وذا هو الكاسو اللي قلت لكم مثلا عائلة مثلا نخدم غير الأب وعندهم جوج ديال الوليدات وكيتخلص غير 965 عنده الحق يمشي للدولة يطلب يعني تعويض على ذاك الفارق باش يوصلوا لألف ومية وواحد وثلاثين جوج ديال الوليدات وثلاثة ديال الأطفال اللي هما قاصرين ألف وميتين وواحد وثلاثين هذو هما الكوانتياز ما سو مينوس يعني اللي داير الدولة فطبع الحال يمكن لكم تلجؤوا للطمال الاجتماعي وتشوفوا واللي عنده ديجا لإنجريس ومينومي بيطال ما يحتاج يدير بطريقة تلقائية اللي عنده قاع اللي يتخلص يعني إما الحصة كاملة ولا نص الحصة ولا شحل يعني على حساب الحالة الاجتماعية دياله ما يحتاج شي ديالتاشي حاجة راه الدولة هي اللي كتكلف باشي يطلع هذو هذا وباش يتقد فهذو يعني حاولت نجاوب على بعض تساؤلات ديال الإخوان اللي يقول لك أنا مثلا عندي كانت تخلص غير قد وقد وشحال غادي نولي كانت تخلص هاتشي اللي كاين بالنسبة لشخص واحد عندوش قريبا شي 500 ديال اورو إنسان واحد ببحده أطلع عليه 500 ديال اورو وشحاجة مبقيت عقل بالطبع وكل مهم هذه هي الكوانتية اللي غادي تكون إن شاء الله بإذن الله وهذه هما الأمور اللي بغيت نتقاسم معاكم بطبيعة الحال ها أدولتو واحد غتتوصل 533 كانت تقدر أدولتو واحد 533 أدولتو يوم مينور 693 أدولتو يدوس مينوريس 853 أدولتو يترس مينوريس 1014 أدولتو إكواترو إكواترو وماس مينوريس 1174 هاتشي اللي كاين هدو ما الأخبار ديالنا الإخوان تمنى يكونوا لقاوكم أحسن الأحوال كنشكركم على حسن المتابعة الاهتمام الدائم للكم بهذه القناة ونشوفكم إن شاء الله في فيديو أخر وموضوع أخر ويكونوا دائما في أحسن الأحوال دونكم في رعاية الله والسلام عليكم